السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني على المتوسط. اهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الانجزية مع المسر سعيد. ان شاء الله النهاردة يا شباب. بناخد يونت فور. اقل وحدة الرابعة. انوان اليونت عندنا بقول لي. سوف يكون ممتعا. بناخد الدرس الاول. بنبدأ كده مع بعض. اول حاجة بنبدأ بها. اللي هي اهداف الدرس. طبعا هداف الدرس المفروض ان احنا في نهاية الدرس بنكون حصلناه. في نهاية هذا الدرس. الطلاب يكونون قادرون على. تقديم بعض انشاطة قضاء العطلة او الاجازة. وتقديم بعض الايه الاماكن. استخدام الايه. الصفات. نبدأ مع بعض كده. طبعا عندنا طبعا مكان. فمسلا. where are you going on your next vacation. where are you going on your next vacation. يعني اين سوف تذهب في العطلة الايه القادمة. او اين ستقضي عطلتك الايه القادمة. هل هتسافر للمكان هذا بالطائرة. هل ستقضي وقتا طويلا. طبعا احنا ده بنعمل تقديم للدرس. اللي هنتكلم عنه. نبدأ كده الدرس معانا يلا يا شباب. بقول لي هنا. what kind of vacation do you prefer? ايه نوع العطلة اللي بتحب تقضيها او نوع الاجهزة. طبعا انواع كتيرة من الاجهزة. فيه ممكن تختار لي طبعا نوع حسب الادجكتف الصفات التالية. check the adjectives and discuss with a partner. راجع كده للصفات هذه. بعض الشباب ممكن يقول لي I want my vacation to be peaceful. يعني تكون امنة او سلمية. to be safe. حد تاني يقول لي inexpensive. inexpensive يعني ليست مكلفة او ليست باهزة السمن. واحد يقول لي I want it to be unusual. unusual يعني غير معتادة او غير مالوفة او حاجة جديدة. حد تاني يقول لي I want to be popular. popular يعني I want to be popular. مألوفة ومعروفة. او exciting exciting thrilling. exciting thrilling يعني تكون مشوقة وجذابة. او adventurous adventurous يعني. فها نوع من المغامرات مثل تسلق الجبال. او luxurious luxurious يعني فخرة او مطرفة. او حد يقول لي انها تبقى quiet هادئة. او exotic يعني تكون غريبة او يعني نوع غير مالوف او نوع او تكون لمكان اجنبي. شيء جديد يعني. حد تاني يقول لي عايزة تكون نايزي ضوضائي او relaxing. فاحنا بنوصف العطلة كيف نخديها شكلها يكون كيف. طيب نبدأ مع بعد كده. او الدرس عندنا. طبعا عندنا ده عبارة عن advertisement. فطبعا مقدمها ال global a tours. رحلات عالمية. global tours has vacation for you. بتقدم لك الليل فاكيشن. وطبعا بقول هنا. we take you anywhere. we take you anywhere in the world. احنا نأخذك لاي مكان في العالم. what are you going to do on your فاكيشن. what are you going to do on your فاكيشن. ماذا سوف تفعل في الليل فاكيشن في العطلة. are you going to travel around. or just relax in one place. are you going. are you going to travel around. هل ستسافر حول المكان. around place طبعا around place. or just relax. ولا فقط انت تطلب ان انت relax. relax in one place. تستريح في مكان. يعني انت ستتجول في كذا مكان. ولا relax تستريح. in one place. we have the answer for you. we have the answer for you. ولا لدينا الإجابة لك. call global tours. call global tours. تصل ب global tours. رحلات global. visit our website. visit our website. زور موقعنا. www.globaltours.net you are going to have the time for your life. you are going to have the time for your life. يعني سوف تقضي وقتا جميلا في حياتك. نبدأ مع بعض كده. نسمع كده مع بعض. listen. بعد الليسننج حنترجم معاني الكلمات. غض SYت� از القرأة unit for it's going to be fun. pages 26 and 27 1 listen and discuss اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تحييييييات الزهولات ومالز وفيد المنزلات ومميز مجال وممتدرس ومع طبيعيه ومع طبيعيه ومع طبيعيه من أجل البيان ومع طبيعه اذهب إلى عام ومع المنزل ومع الطريق من المسكت ومع ومع التجارة ومع العديد من الألعاب سأره هل ستتره ومع اعراضي ومع الناس كوستال Villages and Archeological Sites. في الشعاب المرجانية السلمية سوف تشاهد بعض الحياة البحرية أو الكائنات البحرية سوف تتقابل وجها الوجه مع السلاحف البحرية سمكة الأسد أو السمكة الشبه الأسد الأسماك الشيطانية الجزء الثاني رحلة ثقافية إلى دبي سوف تعيش وتختبر وتقرب القديم والحديث الأسواق التقليدية والمعمار الحديث والمولاد وتزور المتاحف وصلات العرض أو العروض الفنية ومتنزهات theme تستاريبيان كوزين تستاريبيان كوزين يعني تتزوق الأكلات العربية تستاريبيان كوزين and ethnic dishes والواجبات العرقية from India من الهند japan or Italy من الهند واليابان أو إيطاليا trekking in Oman trekking in Oman التجول في عمان أو الرحلات أو الصفر إلى عمان follow the frankincense trail from Muscat to Salala يعني اتبع درب اللبان من Muscat إلى Salala and learn the secrets of the ancient perfume وتعلم أسرار العطور القديمة you are going to visit a desert oasis وسوف تزور واحة صحراوية and see spectacular views وسوف تشاهد مناظر خلابة of the mountains للقبال coastal villages القرى الساحلية coastal villages and archaeological sites ومواقع أثرية تقل إلى الوزاية التالية تامعيني بعض الكلمات سفاري in Africa رحلات سفاري في أفريقيا listen 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 safari in Africa have an exciting adventure on Tanzania's Serengeti plain see the herds of wildebeest different kinds of bucks and gazelles zebra and other wildlife in their natural habitat in the Ngorongoro crater you're going to see them really up close desert tour Jordan visit the spectacular ancient city of Petra you're going to explore this magnificent archaeological site and see the wonderful buildings and tombs carved out in the rock eco-tourism in the Malaysian rainforest hike through the rainforest at Kinabalu Park and learn about one of the world's unique ecosystems you're going to come into contact with thousands of different species of plants and animals including an amazing variety of orchids safari in Africa 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 have an exciting adventure on Tanzania's serengeti plain safari in Africa and this is a few weeks ago a challenge and this is a good connection with a suffocation in the پariore Nantzani see the herds of wildebeest 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 shahed ah القطيع shahed الحيوانات البرية shahed القطيع الحيوانات البرية different kinds of bucks and gazelles and different kinds of bucks and gazelles وأنواع مختلفة من الضبي والغزلان زبرة الحمار الوحشية and other wildlife وحياة برية أخرى in their natural habitat في بيئتها الطبيعية in their natural habitat في بيئتها الطبيعية عندنا في فوات نجورنجورو you are you are going to see them really up close you are going to see them really up close سوف تراهم حقا عن رحلة في الصحراء جردن في صحراء الأردن visit the spectacular ancient city of بيترا زور المدينة المدينة بيترا القديمة الرائعة you are going to explore this magnificent archaeological site you are going to وأنت سوف تستكشف this magnificent archaeological site هذا الموقع الأثري القديم أو أروأة and see the wonderful buildings وتشاهد المباني أروأة wonderful buildings and tombs والمقابر carved out in the rock المنحوطة في الصخور جزء التالي ecotourism in the Malaysian rainforest ecotourism الرحلة البيئية رحلات بيئية in the Malaysian rainforest في غابات ماليزيا المطيرة hike through the rainforest hike through the rainforest يعني تجول عبر الغابات المطيرة at Kinabalu Park في منتزه Kinabalu I'll learn about one of the world's unique ecosystems وتعلم عن وتعرف على واحد من واحد من الأنظمة البيئية الفريدة في العالم You are going to come into contact You are going to come into contact with thousands of different species of plants and animals You are going to come into contact سوف تكون في اتصال مباشر أو ملامسة with thousands مع الألاف من الأ of different species الأنواع آآ من الأنواع المختلفة of plants من النباتات and animals والحيونات including مشتملة على an amazing variety of orchids آآ تنوع مذهل من آآ نباتات الأوركيدز أو أو بستين الآيه الفواكه طاقت إلى الجزئية التالية آآ ناخد بعض الأسئلة كده عشان نأكد على الفهم الأول آآ What is the brochure about What is the brochure about البروشure اللي هو المنشور اللي احنا قرأناه ده كان عنه بيتكلم عنه طب عنه It's about vacation places بتكلم على أماكن لقضاء العجازات طب أوكي What is the name of the company on the brochure What is the name of the company on the brochure نأكد أن الأسئلة دي ليست خاصة بالكتاب ولكن الأسئلة لزيادة الفهم آآ What is the name of the company on the brochure اسم الكامباني اسم الشركة إيه اللي عاملة البروشور الدعاء أو الإعلان طبعا هي Global Tours شركة الرحلات العالمية Global Tours What is the first picture show أول picture كان بتوضح لنا آآ Marine Life كان بتوضح لنا الحياة المائية Marine Life What about the second picture وماذا عن الصورة التالية طبعا كان بتوضح لي آآ يعني مسجد حديث which country should you visit which country should you visit if you want to see museums and modern architecture أي بلد should you visit يجب عليك زيارته if you want لو أنت عايز أو تريد أنت see museums أنطر المتاحف and modern architecture والمعمر الحديث كلام ده طبعا يكون في دبي كي how about if you want to follow an ancient trail how about if you want to follow an ancient trail طب لو عاوز تتبع مثار قديم عاوز تزور الأماكن القديمة الكلام ده يكون أين يمكنك الزهاب في سفاري لو عاوز تعمل رحلة سفاري أو تعمل في سفاري وطر الحياة البرية في موطنها الطبيعي كلام ده طبعا يكون أفريكا تنزانيا أفريكا تنزانيا انتقل بقى لسئلة المدرسة الكتاب المدرسي بقول لي صنف لي الصفات اللي استخدمناها في البروتشر اللي كانت موجودة كل الأدجكتب زل عندنا هيدو كلها طبعا بيسفول ماست أوسم كالرفول مارين كالتشورال أول نيو ترديشنال مادرن إثنيك انشانت سبكتاكولار كاستل أركيولوجيكال اكسايتن ديفران ناتشرال ماجنيفسنت واندرفال يونيك ديفران اميزن دا كان جابت السؤال الأولاني الآن شوف البي معانا كده بقول لي كويكتشك ماذا تعرض global tours what does global tours طبعا global tours offers a vacation anywhere بتعرض لنا طبعا عطلة لأي مكان in the world في العالم أي مكان في العالم it offers different kinds of vacations بتقدم لي أنواع مختلفة من العطلات لنك تقضيها you can travel around or relax in one place يمكنك التجول أو الروح في مكان number two what can you do in the red sea what can you do in the red sea ماذا يمكنك فعله في ال red sea طبعا عندنا scuba diving في ال red sea you can go scuba diving in the peaceful coral reefs ممكنك عمل scuba diving في ال peaceful coral reefs الشعاب المرجانية الآمنة and see colorful marine life وترى الحياة البحرية المزخرفة والملوانة what are visitors going to see in Petra what are visitors going to see in Petra ماذا سوف يرى الزوار في مدينة Petra طبعا in Petra visitors are going to see an ancient city سيرون مدينة قديمة with wonderful buildings بمباني رائعة and tombs ومقابر carved in the rock منحوطة في الزخور number four what kind of vacation are you going to have in Malaysia what kind of vacation ما نوع العطل are you going to have التي يمكنك فعلها in Malaysia كالقاتي in Malaysia you are going to hike يمكنك تجول hike through the rainforest من خلال غابات المطيرة المطيرة and learn about وتعلم عن the unique ecosystem النظام البيئي الفريد you are going to come into contact with different species of plants and animals ويمكنك أن تكون وجهاً لوجه أو في اتصال مباشر مع different species أنواع مختلفة من البلانتس من النباتات والأنيمال الحيوانات كيدا كان ننتقل إلى الجزئية التالية آخر جزئية معانا في درس listen and discuss اليوم بير ويرك العمل للسنائي والأسكن لأسكن لأنسر about the places اسأل وجاوب عن الأماكن listen page 27 2 بير ويرك A what's the سيرينجهدي like it's exciting you can see wildlife in their natural habitat exercise choose one of the vacations ask and answer about the trip where are you going to go on your vacation طبعا نختار واحدة من العطلات اللي احنا نتفقان عليها طيب where are you going to go on your vacation أين سوف تذهب في العطلة how long are you going to stay كم طول المدة التي سوف تمكسها who are you going with من سوف تذهب معه how are you going to go كيف ستذهب هناك كده بنكون وصل لنهاية الفيديو اليوم منسى الشباب ان احنا نعمل like للفيديو الشباب اللي بتشاهد الناس اللي بتشاهد ان غير ما تعمل like للفيديو لاحظ ان ده فيه تعب وفيه مجهود في عمل الفيديو فقال لا تبخصونا مجهود بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا هم الكلمات اللي وردت بالunit الوحدة الروا اللي وبركاته